السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل دراسة جدوى تربية عشرين كتكوت أبيض اللي كنا ربناهم وانتهت الدورة بتاعتهم كنا شارينهم بتاريخ واحد وعشرين تلاتة زي ما هو مكتوب قدام حضراتكم ودبحناهم يوم سبعة وعشرين أربعة الفين وتسعة عشر عدد عشرين كتكوت كان سعر الكتكوت حد عشر جنيه ونصف في هذا التاريخ اللي هو واحد وعشرين تلاتة طبعا هو دلوقتي أقل في السعر يعني هيكون أفضل لكن دلوقتي الجو حر فكان وقتها الجو مناسب واحد العشرين كتكوت كان سعرهم من سعر احداشر ونصف يعني اجمالي اجمالي ميتين وتلاتين جنيه سعر الكتكوت اللي هو يساوي ميتين وتلاتين جنيه شكارة عليقة شكارة علف من سعر اللي هو العلف النعم السم سم النوع السوبر بمية تمانية وستين اهو بمية تمانية وستين بعد كده اتنين شكارة على العلف وسط من سعر اتنين شكارة على العلف وسط من سعر مية خمسة وستين يساوي تلتمية وثلاتين زجاجة فولوريكول مضاد حيوي اللي هي بتيجي لاستقبال الكتكوت سعر عشرة جنيه عشرة جنيه اهو كسين محلول معالجة الجفاف يعني هما سعرهم حوالي ثلاثة جنيه احنا سبناهم خمسة جنيه استهلاك كهرباء تقول مثلا عشرين جنيه اربع لمبات ميت واط عشرين جنيه جمعنا التكلفة تصل لسبعمية تلاتة وتمانين جنيه التكلفة نيجي بقى لوزن الفراخ بعد ما وزنناهم كان في الفيديو سابق كان وزنهم من اثنين لاثنين ونص كان قدام حضراتكو لو اتراجعوا الفيديو اللي قبل كده من اثنين كيلو لاثنين ونص يعني متوسط سعر متوسط وزن اسف متوسط وزن اثنين كيلو وربا تسعتاشر في اثنين كيلو وربا يبقى وزنهم اثنين واربعين كيلو سبعمية وخمسين جرام اثنين واربعين كيلو الا رب في سعر اليوم سعر مش سعر الجملة يعني طبعا لان احنا مش بنبيعهم احنا بنتباحهم للبيت كأننا بنشتري في سعر واحد وثلاثين جنيه اثنين واربعين كيلو سبعمية وخمسين في واحد وثلاثين يساوي الف وتلتمية خمسة وعشرين واعني وهو كسور مش مشكلة الف وتلتمية خمسة وعشرين ايه لو طرحنا منهم تكلفة سبعمية تلاتة وتمانين اللي هو قدمن حضورتكه ده اللي هي كانت هنا دي تكلفة سبعمية تلاتة وتمانين احو سبعمية تلاتة وتمانين يبقى صافي ربح خمسومية اثنين واربعين جنيه شيء كويس جدا ونرجو منكم ان تشتركوا في القناة عشان تدعمونا وتشوفوا التربية الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته